مساء الخير يا حبائي وعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير وهناك تعليق للكنيسة المصرية القطية على اقتحام رهبان أسيوبيين لدير السلطان بالقدس ماذا يحدث ولماذا كل ذلك الحدث الحقيقة الموضوع اصبح ان وراء اسيوبيا اسرائيل باقت تحاول تستفز مصر بطريقة صعبة جدا 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 ازاي الكلام دوت اني اول تعليق للكنيسة المصرية على اقتحام رهبان أسيوبيين لدير السلطان بالقدس عقب موسى ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة القطية الأردوثوكسية على اقتحام رهبان أسيوبيين لدير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس واشار الى انه يعني ما وصلت لهمش اي معلومات محددة ولكن قال ابراهيم خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحكاية اللي هو يتزاع على منصة شاهد يوم الاحد ان هناك متابعة للوضع وبالمجرد ان الصورة لما تتضح هيتم الاعلان عن تفاصيل الامر ولكن هناك ايضا كشف النائب عمر درويش عضو مجلس النواب تفاصيل اقتحام هؤلاء الرهبان الأسيوبيون لدير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس مشيرا الى ان الرهبان الأسيوبيين دخلوا الدير واقاموا خيمة ورفعوا العلم الأسيوبي وقالوا ده حقنا وقدروا ايش خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحكاية اللي بيزاع على منصة شاهد يوم الحد ان موقف الكنيسة المصرية كان واضح وصريح واكد ان الدير يتبع للكنيسة المصرية وانه حق تاريخي للمصريين منوها بانه شرطة الاحتلال الاسرائيلي السهيوني اتعاملت بمنتهى السوق مع الرهبان المصريين ومعلقا اتمنى ان محدش يبتدي يختبر صبر المصريين واشار الى ان قرامة المصريين خط اسود خط احمر والقيادة المصرية تؤكد على ان المصريين جميعهم نسيج واحد منوها بان شرطة الاحتلال تعملوا بشكل مستفز غير مقبول ضد رهبان مصريين سلميين احبائي وعزائي كلنا نضاولوا تحيا مصر تحيا مصر وربنا يسترها علينا ولا تنسوا اشترككم في قناة الملكة والامير لكي تجدوا كل ما هو جديد وشكرا لمحبتكم وسلام الرب يكون معكم دائما امين